كلمنا عن الجزئية دي خلينا نروح لخبر آخر من المصر اليوم بيقول إيه الأهلي يصابق الزمن لحسم المهاجم الأفريكي الاختبار الطب يحدد مصير صبح وسليمان برنامج مكسف لأفشة ومتولي ووحيد جاهز لمواجهة قطل عبر طيب العنوان الأول أنا عارف إن ده ممكن يكون شادد عدد كبير جدا من جمهور النادي الأهلي إن الأهلي يصابق الزمن لحسم الصفقة أو لحسم المهاجم الأفريكي وارد حنقول وارد إن النادي الأهلي يكون بيشوف ممكن وجهة نظر الناس الموجودة المسؤولين في النادي الأهلي شايفين إن إحنا محتاجين مهاجم قد يكون دي رؤيتهم لو دي رؤيتهم تمام أكيد حيصعوا لحسم الملف ده بأسرع وقت ممكن وربما يكون فيه تريس نسبيا إزاي أسرع وقت ممكن يكون فيه تريس هقولك إزاي أسرع وقت ممكن أنت عايز تجيب اللعيب ينضم لو فيه اتجاه يعني كده ده شيء وارد ينضم للفريق ينخرج في التدريبات عندك موسم كرة جديد محلي لكن أفريكيا مش هيشارك غير إمتى في شهر واحد مع طبعا فترة الكدل جديدة في اتحاد الأفريكي الكرة الكدل واتحاد المصري في شكل عام يعني فعشان كده فيه تريس ليه؟ إن أنت ما تتصرعش تجيب مهاجم وإنت ممكن تجيب واحد أحسن منه فدي ممكن تكون جزئية مهمة جدا أن نادي الأهلي أو المسؤولين لجنة التقطيط للكرة نصر لسارتي كتن خطيب بمساقه بكسوس هذه الجزئية وارد وارد أن هم يكونوا بيفكروا في هذه الجزئية وده خبر على حسب أو على عهدة المصري اليوم الاختبار التب يحدد مصير صبحي وسليمان رمضان صبحي عنده كدمة في وجه القدم وليد سليمان عنده إجهاد عضلي ده طبعا كانوا ناتجين عن مباراتي الأهلي مع المقاولون ومبارات الأهلي مع الزمالك برنامج مكسف لأفشة ومتولي إحنا خلاص قلنا أنهما بيشاركوا في التدريبات الجماعية بشكل كامل بالإضافة طبعا لأليو ديانج ووحيد جاهز لمواجهة إطلع برة طبعا محمود بوحيد ظاهير الأيصر للنادي الأهلي وكان أحد اللاعبين في إطار البناء الخاص بفريق الأول لكرة الطدم بالنادي الأهلي واللي ابتدى إمتى؟ في شهر يناير السابق لعيد مهمة جدا جدا وأكيد سيكون فيه منافسة قوية مع الأبرز هذا الموسم علي معلول نروح لليوم السابع وتتكلم في نفس السياق الأهلي يرصد 35 مليون جنيه لتعاقل مع مهاجم أجنبي في الصف قد يكون هناك محاولات في الحقيقة لتدعيم خط الهجوم بالنادي الأهلي حنعرف حقيقة هذه المحاولات على مدار الأيام المقبلة وكمان بيقولوا دراسة إقامة مباراة ودية قبل مواجهة إطلع برة دلق لهولنا كمان مرسلنا كريم أحمد إن فريق إطلع برة حنستعدله نسبة كبيرة يعني إسا كنت نساء الله عم فيز بيشوف الجزئية دي هل سيكون في مباراة ودية